أعلن الاتحاد الأوروبي لكلة القدم البدء بالإجراءات التأديبية بحق الاتحاد الروسي للعبة وذلك بسبب شغب المشجعين الروس في مرسيليا خلال مباراتهم أمام إنجلترا وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ العقوبات المناسبة خلال الأيام القليلة المقبلة وبمجرد أن تقدم روسيا ردها على ما حدث ودعى وزير الداخلية الفرنسي لفرض عقوبات قاسية على إنجلترا وروسيا بعد اشتباكات عنيفة لجماهير الفريقين يوم السبت وحث المدن المصدفة لبطولة أوروبا على منع الكحوليات في اليوم الذي يسبق أي مباراة وفي يوم المباراة وأشار إلى أن أي شخص يعتقل في أحداث عنف قد يمنع من دخول جميع الملاعب أو التواجد في مناطق المشجعين والأماكن العامة في كل المدن المصدفة قنابل غاز مسير للدموع كر وفر أمن يلاحق ومشاغب يرد هذا ليس مشهدا في حرب أهلية أو مظاهرة سياسية إنها مرسيليا مدينة الجنوب الفرنسي الحدث بطولة أوروبا لكرة قدم ثلاثة أيام بليليها قبل موقعة الفيلودروم جمهي الروسيا وإنجلترا جعلت هذه المدينة الفرنسية مسرحا لبعض أسوأ أعمال الشغف في تاريخ البطولة القارية أمن الفرنسي يعيش على وقع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ شهر أكتوبر الماضي وجدناه يتعامل بطريقة أقرب للمدارة على الأحداث لا ترحيل لأي من المعتقلين ولا تغيير في خطط منع تجول المدينة أو ساعات طعاة الكحول للمقاهي والمطاعم فيها مناوشات وملاحقات قبل أن يعود كل طرف إلى ثكناته منذ أن سحبت قرعة النهائيات وبدأ أن الإنجليزي عائد للجنوب الفرنسي كانت علامات التحذير واضحة هنا في مونديال 98 كانت موقعة هوليغنز مشهودة قبل مباراة مع تونس وبعد 18 عاماً عاد أبناء الإنجليز لرد الاعتبار الاتحاد الأوروبي لللعبة راقب بصمت وبدأ منشغلاً بكيفية السماح لرئيسه المعزول ميشيل بلاتيني بالدخول للملعب كمشجع بمخاطبات بيروقراطية مع مسؤولي فيفا أما ما يحدث في ساحات مرسيليا فلا يعنيه من قريب أو بعيد انتقادات عديدة لعدم التفكير بتغيير مكان المباراة أو حتى التوقيت المتأخر نسبياً لها خاصة أن التوقعات تشير لنسبة عالية من الكحول في دماء الروس والإنجليز قبل ركل ضربة البداية في الملعب المباراة التي تقدم فيها المنتخب الإنجليزي وجاء التعادل الروسي في الوقت بدل الضائع أضافت لأوحدة موية أيضاً حشود من الجمهيد الروس أطلقت الشماليخ والقنابل الصوتية خلال الدقائق التسعين وها هي تقتحم الجهة الإنجليزية من المدرجات بعد صافرة النهاية جاء التصريح من الاتحاد القاري نستنكر ما حدث وبدأنا التحقيق لكن لا علاقة لنا بما يحدث خارج الميدان إنجلترا خسرت نقطتين في الملعب وأعاد لنا جمهورها التفكير بأن الهوليغنز حاضرون لإعادتنا للعصور الوسطى كما يشير هذا العنوان الصحفي أما الكيب الفرنسية فعنونت بكلمة واحدة العار وزير الرياض الروسي بدأ مصمم أن ما وقع في مرسيليا لا تأثير له على صدافة بلاده لكأس العالم بعد عامين ربما إذا تأهلت إنجلترا إلى المونديال سنكون منتظار جزء جديد من الوجه القبيح لكرة القدم الأوروبية واحد رزق المصري العربية